أهلا بكم أربعة في المئة غيرت وجه بريطانيا ونقلتها من إمبراطورية عظمى إلى جزيرة إنجلترا برأس مال أمريكي دقت ساعة بيكبان على توقيت الانسحاب واتخذت بريطانيا قرارها أو قرارا أرداها أرادها عفوا ملحقا للولايات المتحدة التي تقرر مصائر الدول لم تفقد بريطانيا أوروبيتها فحسب إنما خسرت قرارها عندما فازت واشنطن بالاستفتاء وما هدت له قبل أيام برفع سعر الجنيل الاسترليني وإغراء البطانيين بحياة أفضل إذا ما قرروا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وحالما نجح الاستفتاء في الخروج من أوروبا سقط الاسترليني وهوى إلى أدنى مستوى له منذ 31 عاما لقد صورت واشنطن رخاء البريطانيين على شكل عملة وتسللت إلى هذا الشعب من محفظته لمعرفتها بأن البريطاني ضنين على قرشه ويبيع أوروبا بربع سترليني لكن أمريكا تقف اليوم لكأنها كسبت الجولة وسلخت دولة عن اتحاد كان يزعجها وعن يورو كان مصدر قلق لدولارها وأبلغ تعليق أمريكي صدر حتى الساعة عن كل هذا الانقلاب أن أوباما أحيط علما بالخبر لكن الرئيس الأمريكي لا يتبلغ غدا أي انهيار سيقع على المكلف البريطاني سواء في سوق العقارات أو القروض المصرفية الواقعة اليوم تحت الخطر فما تكترث له واشنطن فقط هو تفكيك الدول والاتحادات والأنظمة حتى لا يبقى قوي تشرق عليه شمس شموس تغيب وبدر الشهداء يصطى فمن الضاحية التي لفتها التحذيرات الأمنية على مدى يومين أحيى حزب الله أربعين القائد العسكري مصطفى بدر الدين بخطاب للسيد حسن نصلى كاشف فيه الرأي العام بكثير من الملفات من أعداد الشهداء في معركة حلب إلى أزمة المصارف لكنه أبقى على السرية المصرفية الأمنية تجاه تفجير بانك لبنان والمهجر وقدم نصلى تأكيدات على سريان الحوار الإيجابي مع المصارف ليس لمصلحة حزب الله إنما بهدف أمان الناس وبيئة وجمهور الحزب قائلا إن هناك مصارف ذهبت بعيدا وكين وأمريكين أكثر من الأمريكيين وقامت بحف حزابات لجمعيات خيرية فهل هذا عمل إنساني أم اعتداء على الناس وكرر نصلى بأن الحزب لي تأثر بقرار العقوبات الأمريكية ماليا لأنه أصلا مع الناش ونحن نتمول من إيران على رأس السطح وكما وصلت إلينا الصواريخ تصلنا الأموال واشربوا من ميت البحر ترجمة نانسي قنقر